كابتن بلال حالو الأون فيدي حالو الأون فيدي ليفتقدنا الحلول الهجومية شهود الثانية وخصوصا بعد هدف فيوتشر بصك كابتني خلينا أقول لك يعني وكعادت وكعادتنا يعني لأسف السيئة أننا بعد البطولات دائما عندنا عندنا مشكلة في المتشاة اللي بعدها عندنا مشكلة في النقلة بين بطولة كبيرة لبطولة تانية مختلفة مش عايز أقول بطولة الدورة بطولة صغيرة بس عايز أقول من بطولة لبطولة عندنا مشكلة فيها مهما كانت قوة الخسم من رباب كبير النهاردة فيه في سوق توفيق للمدير الفني وللعيبة مش بس للعيبة في الملعب لا لا كمان للمدير الفني أحيانا بصدفه سوق توفيق النهاردة النهاردة الأهلي في أسوأ حالاته بيتعادل مع فيوتشر ده تحسب للنادي الأهلي على الفكرة مش عليه يعني النهاردة لما نيجي نقيس الأمور بمنطقة طبيعة نقول إن الأهلي في أسوأ حالاته تعادل النهاردة مع فيوتشر وكان الأعرب إنه هو في بعض الأوات إنه يكسب ومازلنا في المركز الأول ومازلنا طبعا في المركز الأول لكن هي مباراة في الآخر هي مباراة كرة قدم وابد إنك تقدي فيها بشكل كويس وابد إنك تقدي فيها بشكل وحش البداية زي ما قلنا قبل الماتش إن بدايات مستر موسماني فيها عليها كومنتس كتير الحقيقة تمام؟ تبتدي النهاردة بتلاتة أربعة تلاتة بتبتدي بلعيب ما بيلعبش بقالوا زمن مع فرقة كبيرة عندها حلول هجومية كتيرة جدا 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 لعيب قوة صغير بس النهاردة مش دال توقيت السليم بالنسبة له عشان كده بقولك سوق التوفيق مش زي ما بيصادف اللعيبة بيصادف أحيانا المدير الفني نهاردة نص ملعبك عندك مشكلة إن مجدي أفشا مش في أفضل حالته ومع ذلك فضلت مستني كتير على مجدي أفشا في التغيير بتاعه وده كان حل كان المفروض يبقى من بداية الشهد الثاني وإحنا قلنا إن إحنا مجدي أفشا مفترض النواية غير من بداية الشهد الثاني ممكن يقول لدي لعيب جيد وإمكاناته كبيرة لكن واضح من بداية الماتش إنه النهاردة مش في الفورمة بتاعه وأحمد عبدالقادر لعيب قدر يصنع هدف كرة بتيجي في رجله بيقدر يشتغل بشكل كويس ممكن يكون زي ما قال كابتن وسامو عربي قل شوية لكنه ما زال هو اللعيب الوحيد اللي عده حلول في الحتة الهجومية ما انفعش أطلعه واسيب مجدي في الملعب يعني دي بعض الحاجات اللي فيها سوق توفيق من المدير الفني التغير بشكل عام تغيير طريقة اللعب زي ما تكلمنا أو زي ما تكلموا كابتن التغير ثلاثة من ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أثنين واحد الدور العام مختلف شويتين ثلاثة عن إفريقيا في إفريقيا ممكن تلعب ثلاثة أربعة ثلاثة وتحط العيفل ونص ملعب تحطوا يلعب زي سنتر باكتاليتي يعني في المصلي إنما في الدور العام الأمور مختلفة أنت محتاج لاتنين الباكين محتاج الجنحين محتاج البلايميكر محتاج رأس حربة صريح محتاج أحيانا في بعض الأقوات زي ما كابتن شريبي طالب أنك تلعب ساكند سترايكر صريح عشان الكورات العرضية الأهل النهاردة غير موفقة على الإطلاق في المباراة لا إدارة المباراة ولا حتى كمان أثناء الجيم نفسه ممكن وده وارد في كرة القدم وزي ما الكابتن عادو الكابتن شريبي وكابتن سامة وارد أنك يكون يكون اللعبة تمر بحالة من الإجهاد وده برضو أمر وارد جدا وطبيعي في كرة القدم أنك أنت بعد فترات كبيرة جدا منتخب وسوبر إفريقي يبتيجي تلعب الدور العام بعدها بثلاثة أربعة أيام وارد إنه يكون عندك حالة من الإجهاد لكن أنا أتكلم عن الحالة الفنية لعب النادي الأهلي الحالة الفنية لعب النادي الأهلي والتغييرات والأداء بتاع مستر موسيماني في ماتش النهاردة النهاردة أنت مدخلت شيung ماتش وأنت بتلعب فرق كبيرة أنت دخلت الماتش عادي هكسب يعني النادي الأهلي هكسب بأي حد صح يعني من وجه تنازل يعني مستر موسيماني لما دخل المباراة أنا هكسب النهاردة بأي تشكيل، بأي طريقة، بأي لعيب، هلعب ثلاثة، أربعة، ثلاثة، هكسب، هلعب أربعة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، هكسب، كويس، في بعض الأوقات يا كابتن أيمن، لا، لازم أنت مركز قوي ودارس الخصم اللي قدامك بشكل جيد. حال، خلينا نتكلم في النقطة دي بتفاصيل أكتر يعني. لما يكون عندي مجموعة من المدلاء على الخطوط، يبقى معناها أن هم هل جاهزين بنسبة 100%؟ ولا أنت كمدير فني زي ما بتقول بيدي دقائي لبعض اللعيبة اللي هم عليهم أحمال بدنية عالية قوي اللي هم مجهدين اللي هم راجعين من إصابة زي مثلا علي معلول، فأنت بتريحهم علشان تضيهم جزء مثلا شوت ثاني لو أنت احتجته هل من الأفضل أن أنت طالما هم محطوطين في البودلاء، أنك تبتدي بتشكيلك الأساسي أو بلعبتك اللي هم أصلا أنت معتمد عليهم؟ بدلا من أنك أنت تلجأ لواحد أو اثنين بالهم كثير ما بيلعبوش طيب خلينا أقول لك يعني أخدها أو أخد نقطة الأولى يا كابتن آيمن أنه هو أنا النهاردة بلعب بأني طريقة الأول أو الطريقة دي مناسبة لمن؟ أولا مع بقية الفرق باستثناء الزمالك مثلا ما ينفعش تلعب بثلاتة اربعة تلاتة من وجهة نظري أنا شوء ممكن أكون أنا مخطئ في الحتة دي لكن مستر موسيماني نفسه في معظم المباراة بيغير طريقة اللعب الشوط الثاني دايما بيبتدي تلاتة اربعة تلاتة ويغير طريقة اللعب لأربعة تلاتة اثنين واحد أو أربعة تلاتة تلاتة الشوط الثاني اللي بنتفوق فيها بشكل كبير جدا وبنحرز الأداب وبنستحوذ بشكل كويس وبتطيح لنا فرص كثيرة جدا جدا للتهديف هذا الشق الأول نتكلم عن الشق الثاني شق الثاني أنت النهاردة أه وارد انك تريح بعد اللعيب علي معلول ممكن تريح علي معلول لكن مين يلعب مكان علي معلول هو ده الاختيار ما انفعش أنا بجيب لعيب أنا 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 نهاردة كابتان عادل بيقول لا ده هو لعب لعب كابتان عادل بيقول في الناشين كان بلعب سنتر باك لكن أنا ما شفتوش سنتر باك في الفيرس تيم فريق الأول أنا مقدرش أقول لك إذا كان يجيد ولا لا يجيد أنا أقدر أحكم عليه في كل المبارات اللي لها فيها مع نادي لالي هو اللفت باك فلما النهاردة تيجي تحطه أو تيجي تحطه النهاردة يلعب سنتر باك وجنبيه واحد كمان المقاومات بتاعته أصلا مش سنتر باك تمام على مكسوني مش باك كمان لا أنا أتكلم على حمدي فاتح كمان يا كابتان يعني أنا أتكلم على حمدي فاتحي أنت النهاردة التلاتة الورى أنت ما عملتش يعني ما عملتش التوليفة الجايدة ما بينهم يعني الطبيعي أنك بتلعب اثنين سنتر باكس أساسيين وبتحط واحد زي حمدي فاتحي لعيب كورا كويس ممكن يقاليبرو هل الملعب كان في أول هفتايم يستحمل عمار حمدي ولويس مكسوني كان الملعب كان الملعب يستحمل التدويرتين دول مع بعض بدل ما كان مثلا ممكن يلعب بعلي معلول في الأول لا ما هو بلال قال لك أن البداية كانت تكون خاطئة في اختيار العناصر ما ده اللي أنا بقوله كده أنه نهاردة لأ كان من الأول أنا أحط واحد أحط سنتر باكس وحط حمدي فاتحي تمام لو أنا هلعب بثلاثة أربعة ثلاثة يبقى أنا عدي اثنين سنتر باكس وعظمت أقوية وعندي واحد دول هو بيقوم بدور صنع العاب قدام الخط الدفاعي قدام الخط الدفاعي كان هيرايح أفشا كتير جدا أكيد أكيد كان يبقى له هوية يعني أفشا كان يبقى عنده هوية أكتر من جدا هذه يا شريف كمان تكمل الكلام بلال يعني الاتنين من السرد باكات والباك الشمال مش باك وأفشا جنب ديانج يعني مش واحد كمان مثلا وسط ارتكاز قول يحميهم لا اللي هو بيعمل التغطية بلال الاتنين دول بقالهم كثيرا ومبلعبوش كمان مباراة زيدي أو أساسية يعني ما كانش ليهم حظ في الاشتراك حتى في البطولة في آخر مباراة ما كانش ليهم حظ مع المنتخب مثلا الاتنين دول أو منتخباتهم رجلهم في الملعب ومبعاية خالص النقطة اللي كانت بتميز الأهلي في الماتشات اللي فاتت في ظل إن ماجدي أفشا مش في أفضل حياته في الفترة اللي فاتت هو الحل اللي عليها عمرو السلعي هو ده اللي كان بيعوض لك الحتة بتاعت ماجدي أفشا يعني النهاردة أنا ماجدي بقاله كم ماتش مش في التوب فورم بتاعها كبا اللي كان بيعوض الحتة دي عمرو السلية والأداء الهجومي الجايد بتاعه لأنه كان بيقوم بدور صانع العيفة تحس إن الآلي ما عندوش أزمة في حتة صناعة اللعب ما عندوش أزمة في حتة بناء الهجمة ما عندوش أزمة في حتة التكملة الهجومية لكن النهاردة لما كانش موجود عمرو السلية حسنا إن فيش فوارق كبيرة جدا في الحتة دي أليو ديانج مش من اللعيبة اللي بتقدر تعمل ثرو باسس لقدام مش من اللعيبة اللي بتقدر تكمل وتخش جوهة 18 مش من اللعيبة اللي بتلعب دماغة جوهة 18 ده افتقدوا النادي الآلي بعدم موجود النهاردة عمرو السلية فأنا بالتالي أنا كم من الممكن النهاردة إنك تحل اللغز ده كله وتلعب أربعة تلاتة أو أربعة تلاتة اثنين واحد يبع عندي حمد فتحي وعندي أليو ديانج في نص مرعب اثنين قلبي دفاع يعني أقوية كروتهم كويسة ويلعب من قدامهم مجدي أفشا وعلى أطراف مرعب يلعب طبيعي يعني يلعب طبيعي ويلعب ببرستاو ويلعب بالنحية التانية حمد عبدالقادر كان ممكن الطريقة دي تبقى الأفضل بالنسبة لعيبة النادي مشكلة النادي الأهلي برضو الشوت الأول لما سجلت هدف كما قال كابتنو سامن من شوية لما سجلت هدف كان هو ده التوقيت المثالي بالنسبة لك أنك تقتل الجيل هو ده التوقيت المثالي لازم النهاردة كانت مباراة من وجهة نظري استغلال المهارات الفردية مش للكورة الجماعية ولا للقوال البدنية بتاعتك لأن زي ما اتفقنا في حلم من الإجهات يبقى كان الطبيعي تستغل المهارات الفردية بتاعت اللعيبة اللي عندك اللي حاسس أنه مش قادر وتعبان ما تقدرش تستنى عليه الفترة الطويلة دي التغييرات بقى هتكلم في حتة التغييرات عكب نهاردة قفشة يعني بعيد شوية لازم التغيير ببادري بسرعة أنت بتلاقي فرقة واضح أنها بتهددك وواضح أنها ممكن تجيب جول في أي وقت ماينفعش أن أنت تنتظر بالتغيير بتاعتك لأبعد مسافة ممكنة على أمل أنك تعود أو ترجع في كل مباراة هيجي فيك جول هتقدر تعاود مش كل مباراة في أوقات كثيرة جدا ممكن يجي فيك هدف ما تقدرش تعاود مشكلة النادي الأهلي الفترات اللي فاتت أن أوقات كثيرة ما بنسحش أن نجيب الجول التاني أوقات كثيرة ما بنسحش أن نعزز الهدف بتاعنا أتمنى الفترة اللي جاية إن شاء الله يعني نستوع بالدرس لأن درس ماينفعش أن نحنا بالأداء ده أو ماينفعش أن نروح للتعادل بأداء نحنا مش بأداء الخصمي يعني أنا بشوفه النهاردة الأهلي هو اللي فرت في المكسب مش فيوتشر هو فرقة كويسة فرقة جيدة ولكن أنت عشان ما كنتش الأفضل النهاردة في الماتش عشان كده أقدر يتعادل معك صحيح